بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين أهلا بكم أحباء قناة ترانيم جوهرة السماء رسالتك النهاردة كل عام كان والدة الطفل مرتاه يستحبانه في القطار عند جدته لقضاء عطلته الصيفية ويتركونه عندها ويعودون في اليوم التالي لكن في إحدى الأعوام قال لهما لقد أصبحت كبيرا الآن ويمكن أن أذهب لوحدي إلى جدتي هذا العام وفق الولدين بعد نقاش قصير وهي هما في اليوم المحدد واقفان على رصيف المحطة يكرران بعض الوصايا عليه وهو يتأفف لقد سمعت ذلك منكم ألف مرة وقبل أن ينطلق القطار بلحظة اقترب منه والده وهمس له في أذنه خس هذا لك إذا شعرت بالخوف أو المرض ووضع شيئا بجيب طفله ثم ركب الطفل الكطار وانطلق جلس الطفل وحيدا في الكطار دون أهله للمرة الأولى يشاهد تتابع المناظر الطبيعية من النافذة ويسمع ضجة الناس الغرباء تعالوا حوله يخرجون ويدخلون إلى مقصورته حتى مراقب القطار تعجب ووجه له بعض الأسئلة حول كونه دون رفقة حتى أن امرأة نظرت إليه بحزن فارتبك أمرتاه وشعر بأنه ليس على ما يرام ثم شعر بالخوف وتقوقع على كرسيه وأغرقت عيناه بالدموع وفي تلك اللحظة تذكر همس أبيه في أذنه وأنه دس شيئا في جيبه لمثل هذه اللحظة فتش في جيبه بيد مرتاجفة وعصر على الورقة الصغيرة فتحها وقرأها ما مكتوب بها يا ولدي أنا في المقصورة الأخيرة هذا ما نفعله دائما ننسى أن كل شيء يقوده ربنا ونعتمد على أنفسنا كما ننسى وصايا الله لنا قال الكديس يحنى زهبي الفم إن من يعرف الكتاب المقدس كما ينبغي لن يتعصر في شيء بل سيحتمل كل الأمور بصبر تعلم أيها المتابع العزيز توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد أمثال 3-5 ما فيش راحة بعيدة عن ربنا قرب منه وارمي كل حمولك عليه ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين سلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر